التي ستعرض للخروج برسائل حول ما هو مطلوب منا جميع كباحثين وقياديين ومجتمع مدني وصناع قرار وكمواطنين ننتمي لهذا الوطن العربي الكبير في المياه حق للجميع ولكنها كذلك مسؤولية الجميع وبالنظر إلى محاور البرنامج يتضح أن مواضيع عابرة للقطاعات كالتغيرات المناخية والترابط بين المياه والتاقة والأمن الغذائي أصبحت تفرض نفسها بقوة في مثل هذه المحافظ فهي مواضيع جديدة وتتراكم فيها بعض الخبرات تدريجيا لكن لا تزال بسدد البحث عن كيفية الانتقال من المفاهيم العامة إلى الإجراءات التنفيذية التي تحتاجها الدول لتطوير مشاريع تساعم في ضمان استدامة الموارد المائية في منطقة تتشم بالهشاشة مركبة وأمامها تحديات الأمن والاستقرار التي تجعل التنمية أولوية ثانية حضرت سيدات فضليات السادة الأفاضل ووعي من جامعة الدول العربية بأهمية المياه في التنمية والاستقرار بادرت بإنشاء المجلس الوزاري العربي المياه الذي قام بإعداد استراتيجية الأمن العربي للتنمية المستدامة وتمت المصادقة على خطتها التنفيذية والتي يتم في إطارها تنفيذ مشاريع بتعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة للمجلس ونعتز أن يكون هذا الحدث التي نفتتحه اليوم نموذج حي لثمرات هذا التعاون وفي الختام نجدد شكرنا وتهانينا لأكوى على المجهودات الكبيرة التي بذلتها لضمان نجاح الأسبوع العربي المياه ونعرب عن سعادتنا بالمشاركة في هذا المجهود وسنعمل مع الجمعية لنقل توصيات ونتائج الأسبوع إلى المجلس الوزاري العربي المياه كما سنعمل على إدراج مخرجات الأسبوع في المصاري الإقليمي للمنتدى العالمي الثامن للمياه والذي سيقعد في البرازيل في مارس 2018 ونشكر الجمعية على الدعم الجامعة الدولة العربية في التحضير والمشاركة العربية الفعالة في مثل هذه المنابر الدولية المخصصة لمواضيع المياه ونتمنى يتكلل الأسبوع بنجاح لما فيه خير شعوبنا العربية التي تتطلع إلى أمن مائي باعتباره رقم بالأركان الأمن القوم العربي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ندعو الآن سعادة أريك أيلنهاق سفير مملكة السويد في الأردن أفضل السلام عليكم سفر السلام عليكم سفر سفر جزيلا السنوات والدولة أم، أنت بأعود أن أعطيكم مرة أولى في المصدر لكي أغلب الطائر الماضي أولا أدفع الدرس الفل I would like to thank the organisers and countries that make this important conference possible السوداء و تلعبه ب43 0000 الوقت وقتها لنا عام، وعمل أن أعطيكم فيلمكي والترسخة العربية الأساسية لكي أتشعركم في الناس وقت تكون هذه الأعضاء المترجمات العامية ومضح جميلة لتشجيلة الإعجابية والعبالجية للعربية السياسية التي تأتي بها موضوعها أكوة المكويتها المترجمات ومضح جميلة لكناتها الهَشمعى لعضة هذا القرن ونفرير على القرنة والجدينيين والأمام وميعته والتواصل والعضب كل يوم في دائما في طرف تحن لدينا كنت أجل، لقد أستطيع أن تزالي في يوميا. كل دائما في حياتي أحياني يوجد الوكاة لتعطي الوكاة. ويأني أبداً أني أشخاص بيشاعة من الوكاة لتحطي الوكاة. أنا من السويد، السويد، السويد الذي يحاول التعطي عن التحديد من المتحديد. السريني هو مستوى للمشارك ومعملنا مستوى لنعرف المشكلة لعمل المشكلة من المشكلة فلن أن أصدقاء من المشكلة لأجلسة من المشكلة لدينا المشكلة لأن لا يوجد كل مشكلة التي تتحدث في المشكلة في هذه المشكلة هناك مناسبين يمرون لنستطيع العشرة اجتبوا البدراء وضعت بشكل المسكلة لأنها مروراً للافة للإنمكان. وأنا سبب حول فضل بفرصة آبدين. water change is here. و消يرات change will affect poor people in poor countries which will be much more severe than rich people in rich countries. ومن هذا CSG في اليوم أعدادها it is clear to me that Sweden's objectives to promote our development cooperation surrounding water issues in the MENA region are reflected in the goals of this conference. This focus also reflects the UN Sustainability Development Goal No. 6 to ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. We all know that, but let us remind ourselves that access to clean, safe drinking water and sanitation has been identified by the United Nations as a human right and it has been acknowledged that clean drinking water and sanitation are essential to the realization of all human rights Acceptable living conditions and sustainable development are dependent on the availability of water and well-managed water resources Sweden's support for sustainable development in the MENA region is based on our belief that many of the key challenges to this development require a regional rather than a country-by-country approach to cooperation and capacity building Water is most often a transponderous resource Seas, lakes and rivers, sea-snoborders, they are shared across national frontiers and often define borders between countries Two of Sweden's priority areas for regional cooperation are therefore integrated water resource management and capacity building Where we can, we want to provide opportunities for regional networking of facilitating increased dialogue and cooperation The bottom line is that such cooperation leads to mutual understanding respect, common solutions to challenge and ultimately to economic prosperity, environmental sustainability and peace To think about environment is also smart economics I am so encouraged to see the wide range of countries and organizations represented here both from Arab world and as well from the broader international community It shows me that we all in this room understand the importance of effective regional water resource management Together we believe that this Arab Water Week provides a place to come together for dialogue, sharing of experience and best practices Together we search for solutions to the key water challenges we face As increasingly recognized in the international sustainable development agenda it is crucial to move away from the seal of thinking and traditional sector approaches Sweden tries to be catalytic in drawing more attention to integrated resource management approach As we focus this week on challenges and solutions surrounding water resource management in the MENA region Keep your minds open to the opportunities that a nexus approach incorporating water, energy and food security can provide to those living in your communities, countries and to the whole region I am proud to represent a government that is guided by a feminist foreign policy Sweden's feminist foreign policy directs our work also when it comes to water and sustainable development Water is about equality Equality between men and women between urban and rural between nations, rich and poor In this region, from a water, energy and food perspective the responsibility of managing these resources on a personal and household level often falls heavily on women and girls More often than men, women and girls have to carry the water to the household as well as manage the water in the household Time spent on fetching water means less time spent on education and formal work Thus, women and girls are more often faced with unpaid jobs and less education than men and boys But even with this reality most of the decisions that can lead to a sustainable development at the household, community, national and international level are made by men We need to see and address the challenges that women in this region face every day and we need to make sure that women are represented in the rooms where the decisions are taken Growing up in Sweden a country that is rich in natural resources I never really considered the importance of water But living in this region it is very different here where water resources are far scarcer where access to clean, safe drinking water is much harder to come by and the need to focus on the quality of wastewater treatment is so much more critical Finally, I wish us all a successful conference We have a common challenge in making the human right to clean water and sanitation a reality for all people in the MENA region and we can succeed if we work together Friends of Water Thank you for a commitment Thank you for cooperation and thank you for listening Shukran Thank you for listening بسم الله الرحمن الرحيم السويدية في المملكة الأردنية الهاشمية أخي العزيز خلدون خشمان الأمين العام للجمعية العربية لمرافق المياه السلام عليكم ورحمة الله يعني بداية اسمحوا لي أن أعرب عن سعادتي لوجودنا في هذا المكان المميز حقيقة يعني أعتقد أخي دكتور حازم يعني ما نشاهده حقيقة في خارج هذه القاعة في داخل هذه القاعة جميل جدا أيضا ولكن في خارج هذه القاعة هذا المنظر الجميل للبحر الميت كموروث بيئي وتاريخي هام لهذه المنطقة أعتقد يحتم علينا جميعا من أن نسرع في تنفيذ مشروع قناة البحرين لإنقاذ البحر الميت لتستمر الحياة في هذه المنطقة ليتمتع الجميع بهذا المنظر الخلاب لكي نستمر في الاستفادة من يعني كل منتجات البحر الميت كجزء أساسي في معالجة العديد من القضايا والأمراض الموجودة وعافى الله الجميع لذلك أولا نؤكد لأننا كدولة فلسطين ملتزمون بالمضي قدما بهذا المشروع حتى إنجازه بالكامل والجميع يعلم أنه فيه هناك ما زالت مفاوضات شاق تجري مع الجانب الإسرائيلي بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في ديسمبر 2013 في واشنطن من أجل حصول الجانب الفلسطيني على حقوقه حسب هذه المذكرة للأخي أبو صالح وبهذه المناسبة أيضا انتهت هذه المناسبة حقيقة لأتقدم بالشكر الجزيل لأخي دكتور حازم على الدعم الكبير الذي يقدمه لقطاع المياه في فلسطين بشكل عام وفي مشروع قناة البحرين بشكل خاص حيث يعني فيه هناك تواصل دائم فيه هناك محاولة لتذليل كافة العقبات من أجل المضي قدما أولا يعني نحن نعلم الاهتمام الخاص بحصول الجانب الفلسطيني على حصته المائية من هذا المشروع نظرا وكما تعلمون لأن فيه هناك أزمة مياه وشح كبير لكميات المياه ناتج عن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 85% من مصادر المياه الفلسطينية لذلك الدكتور حازم يعي تماما هذه القضية يعي أهمية حصول الجانب الفلسطيني على حقوقه ولذلك فيه دعم مستمر وتواصل وكذلك فيه أيضا إدراك وواعي تام من قبل القيادة الفلسطينية من قبل سيادة الرئيس محمود عباس لحاجة الأردن أيضا لإنجاز هذا المشروع في الوقت المحدد والجميع يعلم بأن الأردن يعني يعاني من أزمة مائية خانقة وتضاعفت هذه الأزمة بحكم الظروف السياسية وأعداد اللاجئين الكبيرة التي يعني كلها وجدت في الأردن مأوى آمن لها بناء على تعليمات جلالة الملك عبدالله عفظه الله أما بخصوص هذا المؤتمر أحنا حقيقة ندرك تماما بأن قطاع المياه بشكل عام هو القطاع الأهم في أي دولة كانت هو القطاع الحيوي المياه هي الخدمة الأولى التي تبنى عليها باقي الخدمات أي عملية تطوير أي عملية تنمية هي بحاجة حقيقة للتوفير أمن مائي بدون أمن مائي لن يقوم مستقبل لأي دولة كانت مهما بلغت من تطور سواء تطور تكنولوجي أو تطور علمي أو على كافة المستويات ومن هنا لدرك حقيقة أهمية مرافق المياه التي هي تأتي أساساً في الواجهة مع المواطن بشكل عام وهي المسؤولة عن توفيرها الخدمة إلى كافة المواطنين دون استثناء ترجمة نانسي قنقر